تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 488 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 152 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية والغير غدائية تم ضبط أكثر من 84 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 55 قضية خبز ناقص الوزن و72 قضية خبز غير مطابق للمواصفات